السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية شجرة العنب في المنام شجرة العنب في الحلم كما ذكرها ابن سيرين تدل على الخير والصلاح والرزق الواسع والبركة في كل شيء للرأي القطف من شجرة العنب في المنام يشير إلى الزرية الصالحة والزيادة في الأموال وتحقيق الأمنيات والطموحات وعند رؤية رأي شجرة العنب بالماء في الحلم دليل على القيام بمشروع تجاري سيبني منه الكثير من الأرباح الحلال والمكاسب المشروعة أما رؤية شجرة العنب الأسود في المنام يشير إلى ارتكاب الرائي الكثير من التصرفات الغير أخلاقية وقد يؤدي ذلك إلى سوء السمعة وعلى العكس فأن رؤية شجرة العنب الأخضر في الحلم تدل على الوصول إلى الأهداف والنجاح في تحقيق الذات رؤية شجرة العنب الأسود في المنام دليل على قسرة المنافقين والحاقدين في حياة الرائي وعليه الحذر ممن حوله وعند رؤية أوراق شجر العنب في الحلم يشير إلى السترى والصحة وطول العمر وقد يدل على الغنى والرفاهية ورخاء العيش أما السقوط من فوق شجرة العنب في المنام دليل على التعرض للخيانة والغدر من أشخاص مقربين مما يتسبب في حزن الرأي كما أن شجرة العنب الزابلة في الحلم يدل على قصرة الأعداء والمخادعين والماكرين في حياة صاحب الرؤية تفسير رؤية شجرة العنب للعزباء شجرة العنب في المنام للعزباء دليل على خطوبتها وزواجها من شخص صالح وخلوق ومتدين وكريم معها معنى رؤية شجرة العنب الأسود في المنام للعزباء يشير إلى ارتكابها الكثير من الزنوب والأخطاء أما حلم شجرة العنب الأحمر في الحلم للعزباء يدل على حسن خلقها وهدايتها وقبول توبتها عند الله عز وجل سقوط العنب من الشجر على الأرض في المنام دليل على الهموم والأحزان وقصرة المشاكل وعدم تمام زواجها إن كانت مخطوبة رؤية شجرة العنب في البيت في الحلم للعزباء يشير ذلك إلى اقترب موعد خطوبتها وزواجها من شخص مناسب لها تفسير رؤية شجرة العنب للمتزوجة رؤية شجرة العنب الكبيرة في المنام للمتزوجة دليل على حسن خلق زوجها وحبه لها واهتمام الشديد بها وسعادتها البارغة معه تسلق شجرة العنب في الحلم للمتزوجة دليل على الحمل القريب إن لم تنجب بعد وزيادة عدد الأبناء لمن أنجبت قبل ذلك الحلم بشجرة العنب الأصفر في منام المتزوجة يشير إلى قصرة أعداءها الذين يدبرون لها المكائد ويريدون لها الأزى والضرر شجرة العنب الأخضر في الحلم للمتزوجة دليل على زريتها الصالحة واستقرار علاقتها مع زوجها واهتمامه الكبير بها تفسير رؤية شجرة العنب للحامل رؤية شجرة العنب الأسود في المنام للحامل دليل على أنها ستنجب ولد وسيكون صالحاً معافاً وبراً بها في المستقبل أما حلم شجرة العنب الأحمر للحامل إشارة إلى أنها سترزق ببنت جميلة وستكون سبب لسعادتها في المستقبل أما قطف العنب من الشجرة في الحلم للحامل يشير إلى الولادة السهلة وسلامتها وسلامة مولودها معنى رؤية شجر العنب للرجل شجرة العنب في المنام للرجل يعتبر من الرؤى المستحبة فهي تدل على الخير والبهجة والأمل والتفاؤل والستر والحظة الجيد رؤية شجر العنب الأحمر في الحلم يشير إلى السعادة والفرح والأخبار السعيدة قد ترقية في العمل أو نجاح في الدراسة أو زواج قريب تفسير رؤية شجرة العنب الأصفر في المنام دليل على قصرة الأعداء والحاسدين والحاقدين وقد يدل على الهم وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته